موسيقى الجيش يسقط طائرات مسيارة تابعة لميليشيا الحوثي في صعدة موسيقى موسيقى ميليشيا الحوثي تواصل فرض حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء موسيقى الحكومة تتؤكد ان الانتفاضة الشعبية اسقطت مخططا حوثيا لاستنساخ الحكم الايراني موسيقى موسيقى اشرة اخبارية مفصلة على شاشة يمن شباب حياكم الله والبداية من الملف العسكرية حيث اسقطت قوة الجيش طائرات مسيارة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية في محور علب بمديرية باقم في محافظة صعدة اكد قائد محور علب اللواء ياسر مجلي ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرات مسيارة حاولت الميليشيا من خلالها استهداف مواقع الجيش في المحور بالتزامر مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا واضح مجلي ان قوات الجيش تصدت للهجمات الحوثية وكبدت خسائر كبيرة في العتاد والارواح في السياق توعد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد الوية العمالقة عبد الرحمن ابو زرعى المحرمي ميليشيا الحوثي بالرد السريع والموجع ردا على هجومها الذي شنته على قوات الجيش خلال حفل عسكري بمناسبة العيد الوطني الحادي وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بمحور علب بمحافظة صعدة شمالية البلاد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بقائد محور علب اللواء ياسر مجلي تعرف على تفاصيل الاستهداف الذي قامت به الميليشيا باستهداف الحفل العسكري لقيادة محور علب اكد المحرمي ان الميليشيا الحوثية في اضعف حالتها وتبحث عن نصر معنوي ترفع به معنويات ميليشياتها الهبطة مشيرا الى ان هذا العمل يهدف لتقويض جهود احلال السلام في اليمن كما انه خرقا واضحا للهدنة الاممية لقي قيادي في ميليشيا الحوثي مصرعه واصيب اربعة اخرون حالة اثنين منهم خطرة في كمين مسلحا في مدرية الحدى بمحافظة ذمار مصادر قبلية قالت ان القيادي الحوثي ابو محمد قتل في اطراف منطقة بني علي بالحدى واصيب مرافقه اثر كمين نصبه مجهول المصادر اكدت ان ميليشيا الحوثي شنت حملة مداهمات في احدى قرى الحدى بحثا عن المتورطين لكن العملية تمت بنجاح وفر جميع المنفذين خارج المنطقة لليوم السادسي على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي الارهابية اختطاف مئات الشباب المشاركين في احتفالات الذكرى الحدى وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الذين اختطفتهم من شوارع صنعاء بحسب مصادر مضطرعة فان الميليشيا تواصل اختطاف الشباب في اقسام شرطة سهيل والمجمع والوحدة وجمال جميل ومنطقة السبعين وتجبرهم تحت التعذيب على تسجيل اعترافات وهمية لغرض نشرها عبر وسائلها لتهدئة الشارع الذي يشهد غليانا ضدها على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المواطنين والعالم الوطني وكانت ميليشيا الحوثي شنت عشية الذكرى الواحدة والستين لثورة سبتمبر المجيدة حملة اختطافات واسعة طالت المواطنين على خلفية الاحتفال بالمناسبة واسفرت عن اعتقال اكثر من الف شخص في غضون ذلك تواصل ميليشيا الحوثي الارهابية فرض حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء مع تساع رقعة اعمال القمع والاختطافات بحق المشاركين في احتفالات عيد الثورة الخالدة 26 سبتمبر اكد سكان المحليون ان الميليشيا تواصل قطع عدد من الشوارع الرئيسة خشية خروج تظاهرات شعبية للضغط عليها للإفراج عن المختطفين الذين تجاوز عددهم الف شاب والذين اختطفتهم بسبب رفع العالم الوطني في عيد الثورة اشارت المصادر إلى ان ميليشيا الحوثي عززت نقاطها المسلحة بأفراد من قوات النجدة وشرطة العسكرية لمراقبة حركة الدخل والخروج من وإلى صنعاء على خطى الامامة البائدة يحظو الحوثيين نهج ازلامهم في استعباد اليمنيين واقامة سياج من القداسة حول انفسهم يحميهم من المسألة غير ان نهاية هذا الهلمان باتت حتمية في ظل الوعي الشعبي بحقيقة هذا الكيان الزائف الدخيل على جسده عاشت الامامة قبل ثورة سبتمبر وترعرعت في بيئة محاطة بهالة من الخرافة والاكاذيب والوهم تماما كما هو حال امامة اليوم التي تعتاش على دماء اليمنيين وكذبة الولاية وخرافة الاصطفاء قبل قيام ثورة سبتمبر كان الروس قد وصل القمر فيما كان تاغية اليمن يحيى حميد الدين يقول لشعبه ان الكرة الارضية معلقة بقرن ثورة وفي مجلسه اليومي كان يخفي مذياعه في سلة معلقة وسط الغرفة قائلا للناس في مجلسه ان ما يسمعونه هو صوت الجن الذين يأتمرون بامره ولاجل ان يصدقه الناس اكثر كان يجلس على كرس الخيزاران الهزاز ويقول لهم ان الجن هي من تحركه اما صنعاء التي يحكمها عبد الحوثي اليوم حفيد الامامة بكذبة الاصطفاء والولاية وخرافات رؤية الامام علي بن ابي طالب ظل الناس فيها الى ما بعد ثورة سبتمبر بسنوات يرفضون اكل السمك باعتبارها ديدانا لا يجوز اكلها بفعل التجهيل الذي طال عقولهم وهكذا بقي الناس في ظلام وظلم وعزلة كونية لا يعرفون من الدنيا غير الحقل والبهيمة وركبة السيد والامام الذي يتوجب تقبيلها كركن لا يكتمل الايمان الا به حسب عقيدتهم المشوهة وهو ذاته المنطق الذي يحش به الحوثي عقول اتباعه العداء الشديد لمنابر التنوير وفي مقدمتها المدارس والمساجد والجامعات وتعمد سياسة التجويع وتعالي النسبة هو المنهج المشترك لكل طغاة اليمن من يحيا الرسي الى عبد الحوثي فالامام يحيا الذي سرق كل خيرات البلاد وامتلك في جيبه كنوز اوقاف جباله ووديان اليمن ترك الناس تموت جوعا رافضا اخراج كيس واحد من حبوب الذرة والبر التي فسدت في مخازنه وحين قامت ثورة سبتمبر 1962 لم تكن في كل عموم اليمن مدرسة واحدة يكرر التاريخ مأساته مع الحوثي الذي يحارب المدارسة ويحولها الى احواش للطائفية ولا تزال ذاكرة اليمنيين خضراء طرية تتذكر كل جرائم ائمة اليمن خلال الف عام ما يفعله الحوثي اليوم ليس سوى تكرار لجرائم اسلافه والسنساخن لعقليتهم البغضة المدارس والجامعات والمساجد ومنابر التنوير هي عدو السلالة الاول يتوجب تعطيلها وتحويلها الى منبر طائفيا عنصري حسب فكرة الحوثية الخبيثة والجيش لا بد ان يتحول الى حامل لدولة الفرد الحاكم بسم الله والنبي هاتفا باسم السيد ووظائف الدولة العليا وثروات البلاد هي ملك حصري لذوي النسب الهاشمية وتجويع الشعب هي سياسة السلالة متوارثة الجماعة الحوثية التي نهبت كل موارد الدولة وخزينتها وسرقت الاحتياط النقدية الاجنبية المقدرة بخمسة مليارات دولار عقب انقلابها واثرت قادتها ونهبت مؤسسات الدولة العامة والخاصة هي ذاتها من خرج زعيمها يطالب الشعب ان يربط على بطونهما وان ينظروا بصمت الى رواتبهم وهي تلعلع على هيئة العاب نارية في سماء صنعاء احتفالا بمولد النبي ومثلما كان سلفه الامام احمد ينهب خزينة الدولة ويطالب من الشعب ان يتقطرن حتى لا تصرعه الجن طلب عبد الملك الحوثي من الشعب ان يصبغ وجهه باللون الاخضر ففعل الحمقاء والمغفلون وهكذا دون توقف ان تستمر دورة حياة الحوثية بتطبيق سياسة الامامة القديمة بكبر وعنجهية واسفاف وارهاب لكن لا شيء يستمر للابد ولسبتمبر ان يقول كلمته من جديد فدولة الباطل ساعة ولعلها انهت دورتها واقتربت لحظات النهاية والخلاص الى ذلك طالب نادي النقابات المهنية ميليشيا الحوثي الارهابية بالافراج الفوري غير المشروط عن الشباب المختطفين الذي ناحيه ذكر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في صنعاء واب والحديدة وبقية المحافظات وفي بيان الله قال النادي ان الميليشيا اقدمت على الاعتداء واختطاف المئات من حامل الاعلام وتمزيق واهانة العالم الجمهوري ومصادرات الاعلام ومنع حبنها وهو الرمز الوطني الذي يعاقب القانون على تمزيقه واهانته واعتبر البيان ان هذه التصرفات غير الاخلاقية وغير المسؤولة تعتبر سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وتعتبر انتهاكا جسيما للحقوق والحريات الفردية والمجتمعية ومخالفة للقانون والدستور قالت الحكومة ان تظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بذكرى الثورة احبطت مخططا للميليشيا كانت تعتزم من خلاله تغيير نظام الحكم واستنساخ نموذج الحكم الايراني جاء ذلك على لسان وزير الاعلام معمر الارياني حيث اشار الى ان تأجيل زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي ما اسماها التغييرات الجذرية جاء بعد الانتفاضة الشعبية والتي كان لها الفضل في احباط المخطط الايراني الذي ينوي استكمال المشروع الفارسي واكد ان المعلومات تؤكد ان ميليشيا الحوثي كانت ماضية في استنساخ النموذج الايراني عبر تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم وحل البرلمان والسلطة القضائية وحل التنظيمات السياسية والغاء الانتخابات يتطلع اليمنيون الى سبتمبر جديد يعيد لهم القى الثورة الام التي اطاحت بحكم الامامة البائد ويقضي على الامامة في ثوبها الجديد وبناء دولة تحقق لهم كرامتهم بالسيادة القانون وفي ظل نظام جمهوري عادل بالظلم والقهر والضيم ومحاولة استعباد الناس وامتهان كرامتهم حاول بيت حميد الدين حكم اليمنيين للأبد بكذبة الاصطفاء والنطفة الشريفة بلغت الاسرة القبيحة في اذية اليمنيين حتى كانت الارض تحصد للامام والاطفال يتسمون باسمه وما دون ذلك تطير الرقاب وتملأ السجون استكبار ومكر وظلم وظلام مارسته امامة ما قبل ثورة سبتمبر حتى اذن مؤذن الجمهورية باسم الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية وقيام حكم الجمهورية كان هذا الاذان اعلان بزوال حقبة من البؤس والتسلط الاسري البغيض طوال سنوات ما بعد سبتمبر تدثرت مخلفات الامامة تحت عباءة الجمهورية تارة وخلف ستارة الدين تارة اخرى حتى اطلت بوجهها القبيح مجددا قبل ثمان سنوات بعد ان تحالفت مع طغمة الفساد التي حكمت البلاد بدستور الامامة ومكنتهم من التغلغلي في كل مفاصل الدولة ليعاود جاثوم الشركة مأنفاس الجمهورية من جديد اليوم وبعد اكثر من ثمان سنوات من حكم ورثة بيت حميد الدين لليمن اصبح اليمنيون على دراية وعلم لا يوجد فيه شك بمدى عظمة الانجاز الذي صنعه اجدادهم في السادس والعشرين من سبتمبر وهم يدكون قصور البغي وينسفون حقبة من الزيف تسع سنوات عجاف من القتل والخراب والتدمير وغياب الخدمات وانقطاع المرتبات وانتشار الجرائم والإفقار والإذلال والكذب والعنجهية وخلف كل هذه العنوين تقف النسخة الجديدة من الامامة احفاد الرسي واحمد ياجناه مؤكدين لاجيال اليمن انهم السلالة الاكثر دموية وارهابا على مر التاريخ لكن وعلى الرغم من الظلام المحيط والبؤس المتعاظم يلوح ضوء سبتمبر وذكراه ليمحو ظلام الإمامة وظلمها وليزرع في القلوب والأرواح أملا تحمله كلمات الفضول اليوم وغدا وكل يوم هذه يوم فسيروا في ضحاها فالضحاء اشرق منها واكتساها ونسجنا شمسها ألوية تحتها سارت خطانا تتباها وأتى الخير إلى هامتنا لا ثمن منا أنوفا وجباها نبقى في ملف الانتهاكات الحوثية حيث اعتدت عناصر تابعة لميليشيا الحوثي على مواطنات من مدينة جبلة غربية مدينة إب بهدف السطو على منزلهن بالقوة ووثق ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر نسائية ممن يعرفنا بالزينبيات بمعية مسلحي الميليشيا وهن يعتدين على مواطنات ويهددنهن بالقتل في مسعى للسيطرة بالقوة على منزلهن الذي ورثناه عن والدهن أظهر الفيديو الهجوم الحوثية بالزينبيات على المواطنات في مدينة جبلة بهدف نهب ومصادرة المنزل دون أمر قضائي وفي إطار مساعي حوثية لنهب ومصادرة ممتلكات المواطنين بقوة السلاح جددت ميليشيا الحوثي مطالبتها بإعدام مدير شركة بروت جي سيستمز عبنان الحرازي والذي يقبع في سجونها منذ تسعة أشهر وذلك خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته مصادر حقوقية قالت أن المحكمة الجزائية الخاضعة للميليشيا عقدت جلسة جديدة لمحاكمة المختطف الحرازي مشيرة لأن ممثل ميليشيا الحوثي جدد مطالبته بحجز أرصدة شركة بروت جي وأعدام مديرها عدنان وبيّنت المصادر أن محام المختطف الحرازي طالب بالإفراج عن مدير شركة بروت جي بالضمان غير أن نيابة الميليشيا رفضت الطلب بذريعة أن ما قام به الحرازي من خلال شركته يعد من الجرائم الجسيمة فصل رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحسب وكالة سبا فإن عبد الملك سيجري مباحثات مع المسؤولين في دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء افتطاح معرض أكسب الدوحة 2023 والذي تشارك فيه أكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية وفقا للوكالة جددت نحو مئة منظمة إغاثية دولية ومحلية مطالبتها المجتمع الدولي لدعم فرص السلام في اليمن الذي قالت أنه يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات وعددها 98 منظمة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن وجهته إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد البيان أن أكثر من 21 مليون و600 ألف شخص أي 75% من السكان يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من ثماني سنوات من الحرب ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية وشدد البيان على وجوب دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلح ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية دعا مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بجامعة المهرة المواطنين لمشاركة الاحتفال بيوم اللغة المهرية الذي يصادف يوم غد لتأكيد على عراقة الحضارة المهرية الضاربة في عمق التاريخ وأضح المركز أنه يواصل التجهيزات للاحتفال بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم في المحافظة لإظهار أهمية اللغة المهرية وتاريخها وارتباطها بالإنسان المهري وهويته ومن المقرر أن يدشن المركز فعاليات الاحتفال بيوم اللغة المهرية بفعاليات في قاعة المؤتمرات بديوان المحافظة غدا وعلى ملعب الشهيد مخبال يوم الثلاثة حيث سيجري في الفعاليتين عرض فقرات منوعة وعروض من الإرث والهوية الثقافية المهرية ختم النشر عدو أذكر بأبرز ما جاء فيها الجيش اسقط طائرات مسيارة تابعة لميليشيا الحوثي في سعداء ميليشيا الحوثي تواصل فرض حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء والحكومة تتوكد أن الانتفاضة الشعبية أسقطت مخططا حوثيا لاستنساخ الحكم الإيراني ختاما نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة